اشتركوا في القناة وحدات من الجيش السوري تسيطر على خط البترول شرق السلامية وتقضي على أربعين أرهابيا من تنظيم داعش الخارجية الروسية تعلن أن لافروف وكيري بحثا خطوات تسوية الأزمة في سوريا ومكافحة الأرهاب أجهزة أردغان تواصل ملاحقة معارضها وضحايا حملات التطهير بالآلاف ساعتنا الأخيرة بدأت ومن أبرز العنوين إلى التفاصيل أهلا بكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم الجديد ونبدأ ميدانيا حيث وحدة من الجيش السوري بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية دمرت مقارات وتحصينات تنظيم داعش الرهابي على خط البترول شرق السلامية بريف حما شرقي وسيطرت عليها بعد القضاء على أكثر من أربعين أرهابيا وتدمير ثلاث عربات لهم مزودة برشاشات وعرب مصفحة وضبط أسلحتهم وذخيرتهم اشتركوا في القناة الحمد لله هذه النقاط تحريرنا لنا خففنا طغط عن طريق حراب وعن مدين سلامي الحمد لله استدفت وحدات من الجيش العربي السوري تجمعات ونقاط انتشار للارهابيين في محيط ساحة النعناع وصلاة الليرامون على أطراف حلب الشمالية فيما اعترفت التنظيمات الإرهابية التكفرية بتكبدها خسائر فادحة بالأفراد والعتادة خلال الساعات القليلة الماضية على الأطراف الشمالية لمدينة حلب هذا وقضى الجيش العربي السوري على أرهابيين من جبهة نصرى بريف درعة ودمر مقارا لإرهابي داعش بريفي دير الزور وحما التطورات الميدانية نتابعها في تقرير ربيع ديبه استهدافات مركزة يوجهها الجيش العربي السوري لمحاور تحرك وتجمعات التنظيمات الإرهابية وحدة من الجيش قضت على مجموعة من إرهابيين نصرى في منطقة جمرين ودمرت سيارة بمن فيها في وادي الزيدي وأخرى في الإخشاع بريف درعة الشرقي كما استهدفت وحدات الجيش عدة تجمعات للإرهابيين في ريف درعة ما أسفر عن تدمير دبابة وعربة بي ام بي وعدة مرابد هاون سلاح الجو في الجيش العربي السوري دمر عددا من المقارات والآليات لتنظيم داعش الإرهابي شمال شرق فكر شرقي وفي تل شمار وراسية الحمرة واتبارة الديبة وأبو حنايا وقليب الثور بريف حماس شرقي ما أسفر عن مقتل أعداد كبيرة من الإرهابيين كما دمرت وحدة من الجيش ثلاثة آليات لتنظيم داعش الإرهابي وذلك لدى مرورها على طريق خط البترول في بلدة فكر الشرقي شرق مدينة السلمية سلاح الجو استهدف أيضا عددا من الآليات التابعة لتنظيم داعش الإرهابي غرب البغيلية وغرب البانوراما في ريف دير الزور وأوقع في صفوفهم عددا من القتلى والمصابين بريف حمص الشمالي استهدفت وحدات الجيش تجمعا لإرهابيي جبهة النصرة على محور الغنطو وتجمعا آخر لهم في قرية الطيبة ما أسفر عن مقتل أعداد كبيرة من الإرهابيين طلبت سوريا من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن إدانة المجزرة التي ارتكبها الطيران الحربي الفرنسي في قرية طوخان الكبرى شمال مدينة منبش هذا واجأ في رسالتين متطابقتين وجهتهما وزارة الخارجية والمقتربين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بأن الطيران الحربي الفرنسي العامل في عديد ما يسمى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية فوق الأراضي السورية بشكل غير قانوني ارتكب مجزرة دموية يندى لها جبين الإنسانية بالقرب من الحدود السورية التركية مسادفا بالقصف الجوي العنيف قرية طوخان الكبرى المسالمة الكائنة في الأطراف الشمالية لمدينة منبش فأباد عوائل عن بكرة أبيها وسوى بالأرض منازلهم وسوى بالأرض منازلهم بطريقة غير إنسانية هذا واستهدف الطائرات ما يسمى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية قرية الطوخار في ريف مدينة حلب ما تسبب باستشهاد وإصابة عشرات المدنيين هذا وذكرت مصادر أعلام متقاطعة أن الطائرات التحالف الدولي شنت غارات فجر اليوم على قرية الطوخار شمال مدينة منبش راح ضحيتها عشرات الشهداء وتم إصابة عشرات آخرين معظمهم من الأطفال ونساء خاطرة فيما يوجد العشرات تحت أنقاض المباني والمنازل السكنية التي تهدمت بفعل الغارات الجوية حيث يتم العمل على انتشار الجثث والبحث عن أحياء وصل عدد الخروقات التي ارتكبتها التنظيمات الأرهابية في سوريا لاتفاق وقف العمليات القتالية إلى 777 خرقا منذ بداية تنفيذه في شباط الماضي تستمر التنظيمات الأرهابية بخرق نظام وقف الأعمال القتالية في البلاد واستهداف المناطق الأمينة في أنحاء مختلفة ثلاثة خروقات رصدها مركز التنسيق الروسي في حميميم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حيث قصف أرهابي تنظيم ما يسمى جيش الإسلام بمدافع الهون عدة مواقع عسكرية في الغطة الشرقية بريف دمشق ليرتفع بذلك عدد الخروقات منذ بداية الاتفاق في السابع والعشرين من شباط الماضي إلى 788 خرقا فيما ارتفع عدد البلدات التي انضمت إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية إلى 191 بلد المركز الروسي أفاد أيضا باستهداف إرهابي تنظيم جبهة النصرة بقذائف متنوعة مطار نيرب في ريف حلب وأحياء الشيخ مقصود والأنصاري وحلب الجديدة في المدينة إضافة لأربع بلدات في ريف دمشق أسفرت عن وقوع أضرار مادية كبيرة بالممتلكات الخاصة والعامة موسيقى 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 نبقى سوريا ومن الميدان الى السياسة حيث بحث وزير الخارجية الروسي سرقي لافروف مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري الخطوات الرامية الى تسوية الازمة في سوريا ومكافحة الارهاب هناك هذا وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان لافروف وكيري في اتصال هاتفي بحثا الخطوات المحددة الروسية والامريكية الرامية الى المساهمة في تسوية الازمة في سوريا والتغلب على التنظيمات الارهابية هناك وذلك تنفيذا للاتفاقات التي تم التوصل اليها خلال زيارة كيري الى موسكو وكان لافروف اكدى على ضرورة تعاون لمكافحة الارهاب وتكثيف جهود المجتمع الدولي للتغلب على الازمات في سوريا وليبيا ومحاربة تنظيمية داعش وجبهة النصر الارهابيين علاقات التعاون بين سوريا والاتحاد السويسري في المجال الانساني بحثها نائب وزير الخارجية والمقتربين الدكتور فيصل المقداد مع السفير مانويل بيسلر عضو المجلس الاتحادي السويسري للمساعدة الانسانية المناقشات مشاهدين تطرقات لتعزيز المساهمات السويسرية في التصدي للاحتياجات الانسانية التي فرضتها الازمة في سوريا ونقل المقداد للسفير بيسلر شكر الحكومة السورية للجانب السويسري على المساعدات التي قدمتها سويسرا في المجال الانساني وخاصة عند تسليمها الاثنتين عشرة سيارة اسعاف لمنظمة الهلال الاحمر العربي السوري والتي ستستخدم في اسعاف المدنيين من ضحايا المجموعات الارهابية في حلبة وغيرها من المحافظات السورية اود في البداية ان اعبر عن تقديرنا للاصدقاء السويسريين على سيارات الاسعاف 12 التي سلمونا اياها سلموها الى الهلال الاحمر السوري يوم انس والتي ستستخدم قسم كبير منها في حلب لمواجهة الجرائم التي ترتكبها المجموعات الارهابية في مدينة حلب ضد السكان العزة للمدنيين والعدد الباقي سيستخدم في مختلف محافظات القطر ناقشنا بشكل اساسي مسألة الوصول الانساني والتسهيلات التي تقدمها حكومة الجمهورية العربية السورية وكذلك المساعدات التي يمكن لسويسرا ان تقدمها لشعبنا للخروج من هذه الازمة كما تناقشنا في قضايا ذات اهتمام مشترك البارحة قمنا بالتعاون لمشروعين في المستقبل والتعاون جيد جدا مع الهلال الاحمر السوري وقمنا بتسليم 12 سيارة اسعاف خمس منها لدمشق وسبع لحلب فهذه كانت عملية تعاوننا وتضامننا مع الشعب السوري حددت الحكومة في جلستها الاسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء رؤيتها لتطوير القطاع الزراعي ومعالجة التحديات التي تعترضه بما ينعكس ايجابا على المواطن والاسر الريفية الفقيرة هذا واقرت الحكومة ثلاثة مشاريع زراعية واول هذه المشاريع هو مشروع تشجيع زراعات المنزلية من خلال تقديم منحة انتاجية للاسر الريفية الفقيرة تساعدها في اقامة نشاط زراعي اسري سواء نباتي او حيواني حيث من المقترح تنفيذ ما يقارب خمسة الاف حديقة منزلية كمنحة مجانية بشكل سنوي بمختلف المحافظات ويرتبط مشروعها الثاني بغطاع دواج ويتضمن اقرار مجلس الوزراء السماحة باستراد الاعلاف مع ايجاد الية دعم حكومي لمعامل الاعلاف المحلية بهدف الوصول الى سعر اقل وتنفسية مطلوبة وشكل مجلس الوزراء فريق عامل تخصصي لتطوير وتشجيع صناعات زراعية وهو المشروع الثالث هذا ونقش المجلس الية لتنفيذ واطلاق مشروع دعم المرأة الريفية اشتركوا في القناة عربيا وافق رئيس الوزراء العرقي حيدر العباد اليوم على استقالة ستات وزراء في التشكيل الوزرية الحالية هذا وترأس رئيس مجلس الوزراء العرقي حيدر العباد اجتماعا للجنة اعادة اعمار موقع حدث الكرادة بحضور مسؤولي الجهات الحكومية وممثلي اهالي الكرادة وذوي ضحايا التفجير الارهابي هناك واجاء في بيان صادر عن مكتب العباد انه جرت خلال الاجتماع مناقشة اجراءات اعادة اعمار موقع التفجير وتعويضات الاهالي كما تم التأكيد على ضرورة الجهد الاستخباري وتفعيل اللجانة التطوعية من سكان المنطقة والتي يجب ان تكون تحت اشراف سلطات الامنية الرسمية اضافة لزيادة عدد نقاط التفتيشة استنكر الامين العام للامم المتحدة بان كيمون قرار سلطات البحرين حل جمعية الوفاق الوطني وانقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدث باسم بان كيمون ان هذه المبادرة هي الاحدث في سلسلة من القيود التي او على الحق في التجمع وحرية تأسيس الجمعيات وحرية التعبير في البحرين هذا ودعا كيمون الى استئناف حوار وطني مفتوح للجميع من اجل السلام والاستقرار في البحرين والمنطقة هذا وكانت سلطات الاخليفة اصطرت امس الاول قرارا بحل جمعية الوفاق الوطني ومصادرة اموالها النظام السعودي واصل خرقه وقف اطلاق النار في اليمن ويشن غارات على عدد من المحافظات كما يستهدف بالمدفعية منطقة الصرار المحاصرة وما يجاورها من قرى بمحافظة تعز يبدو ان الامم المتحدة التي ترعى محادثات السلام اليمنية في الكويت غير مهتمة بما يرتكبه النظام السعودي ومرتزقته من تجاوزات وجرائم بحق الشعب اليمنية خاصة تلك التي يرتكبها تجاه المدنيين بقرية الصرار المحاصرة بمحافظة تعز مرتزقة النظام السعودي كثف قصفهم المدفعي للقرية وحشد عناصرهم واليات في المناطق المطيلة عليها تمهيدا لاقتحامها الوضع المتأزم في قرية الصرار دفع المركز اليمنية لحقوق الانسان لمناشدة الامم المتحدة التي تدعي انها تتبنى عملية السلام في اليمن الى تحمل مسئولياتها تجاه ما يحدث في القرية المحاصرة منذ اكثر من عام وإيقافه الى ذلك وصل طيران العدوان السعودي غاراته على مديريات الغيل والمسلوب في محافظة الجوف وصرواح بمأرب فيما قصف مرتزقة العدوان بالمدفعية عددا من المناطق في محافظة صنعاء كما شهدت مديريات في محافظة حجة حدودية قصفا جويا ومدفعيا وصاروخيا عنيفا مصدره الاراضي السعودية وردا على تلك التجاوزات استهدف الجيش اليمني بصاروخ زلزال ثلاثة معسكر اللواء 115 في حزم الجوف والذي وصلته خلال الايام الماضية تعزيزات عسكرية كبيرة قادمة من منفذ الوديع السعودي نبقى عربيا وإلى فلسطين المحتلة حيث سلطات الاحتلال الاسرائيلي تعرض دولة بلا دولة مقابل تخلي الفلسطينيين عن حق العودة والفلسطينيون يرفضون العرض التفاصيل مع مراسل الاخبارية جريس عزارة مرة أخرى يطل رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بن يامين نتنياهو برأس التطرف والعنصرية المعتادة جهل حق الفلسطيني هذه المرة يعرض على الفلسطينيين دولة بلا دولة مقابل التخلي عن حق عودة اللاجئين إلى وطنهم هو لا يريد أن تكون هناك استقلالية فلسطينية في الضفة الغربية لذلك الشروط التي يضحها نتنياهو إن كان الاعتراف بيهودية إسرائيل وأيضا بقضية عدم العود عودة اللاجئين وأبقائهم في الشتات هذا يعني أن نتنياهو يقول للقيادة الفلسطينية لا أريد أن أفاوضكم على أي شيء نتنياهو الذي ينظر دائما للسلام من منظور عنصرية وتطرف كيانه يقدم عرضه بإقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة لتخط المأزق القائم بسبب الإصرار على بناء المزيد من المستوطنات فيما الفلسطينيون لا يأخذون تصريحاته على محمل الجد بل ينظرون إليها بعين السخرية نتنياهو عليه أن يستعد مستقبلا مهما طال الزمن أن ندفع ثمن جريمة التهجير هؤلاء فلسطين طيلة هذه السنوات عاشر بلدان الشتات في عذبات وألامهم نتنياهو رأس الفاشية الحاكمة في تل أبيب بتصريحه الأخير يكشف الوجه الحقيقي للعنصرية الصهيونية ويسعى لإجبار الفلسطينيين على التنازل عن حق العودة وتبدأ المساومة والانتقال من المبدأ الأمريكي الخادع الأرض مقابل السلام ثم الأرض مقابل الأمن إلى مبدأ نتنياهو حفنة من تراب مقابل إسقاط حق العودة نتنياهو يقدم عروضا عنصرية والفلسطينيون يواصلون التأكيد على أن حقهم لن يعود إلا بالمقاومة شاء من شاء وأبى من أبى من المهرولين نحو التطبيع مع الصهيين للإخبارية السورية جريس عزار فلسطين المحتلة استشهد فلسطيني يبلغ من العمر خمسين عاما متأثرا بجروح أصيب بها أمس جراء إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي النار عليه عند مدخل مخيم العروب شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية هذا وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار على الفلسطيني بزعم أنه حاول تنفيذ عملية طعن ضد اثنين من عناصرها فيما ذكرت مصادر فلسطينية أن الشهيد أصيب برصاص أسفل البطن وترك ينزف لفترة دون السماح لتواقم الإسعاف الفلسطينية بالوصول إليها وضافت المصادر أن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز جثمان الشهيد ليضاف إلى العديد من الشهداء الآخرين الذين ترفض تسليم جثامينهم لذويهم نبقى في الشان الفلسطيني حيث معتقلات الاحتلال تشهد حملة تضامنية مع الأسير بلال كايد الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري بينما تواصل جرافات الاحتلال هدم قرية العرقيب للمرة المئة حكومة نتنياهو تجاه الأسرة في سجون الاحتلال تفعل كل ما هو إجرامي ومنافل القيام الأنسانية والأخلاقية بهدف النيل من صمودهم الأمر الذي دفع الأسير بلال كايد لخوض إضراب مفتوحا عن الطعام احتجاجا على تشديد أوامر الاعتقال الإداري له اعتقلات الاحتلال تشهد حملة تضامنية مع الأسير كايد تبدأ بإضراب عن الطعام يخوضه أسرى معتقى ريمون وأسرى الفصال الفلسطينية في السجون يشرعون أيضا بخطوات تصعيدية جمعية دعما للأسير كايد لا سيما بعد تدهور صحته جراء شروعه في الإضراب المفتوح عن الطعام منذ 36 يوما رفضا لقرار اعتقاله لداري المستمر رغم انتهاء محكوميته البالغة 15 عاما وللتضييق على الفلسطينيين وحملهم على الرحيل تواصل جرفات الاحتلال هدم قرية العراقيب للمرة المئة فيما يصر الأهالي على يعادة بنائها بعد كل عملية هدم ويتشبثون بحقهم في المكوث والتشبث بأرضهم وأرض أجدادهم قرية العراقيب واحدة من بين 51 قرية فلسطينية في منطقة النقب المحتل لا تعترف بها حكومة الاحتلال وتستهدفها بشكل مستمر بالهدم وتشريد أهلها من الشان الفلسطيني إلى ليبيا حيث دخلت قوات الجيش الليبي إلى بلدة المقرون غرب بنغازي بنحو 70 كيلو مترا وأحكمت السيطرة عليها وقال آمر غرفة عمليات أجدابيا العقيد فوزي المنصوري أن الجيش الليبي يحاصر ما تبقى من قوات ما يسمى بسرايا الدفاع عن منغازي في منطقتين أجل دايا وسيد عبد العاطي التي انتقى عن شرق مدينة أجدابيا بمسافة 60 كيلو مترا مضيفا أن الجيش يتقدم بخطوات ثابتة بتجاه تمركوزات تلك الجماعات الارهابية وأضاف المنصوري أن قوات الجيش دمرت عددا من الآليات والدبابات ومخازن الذخيرة في المنطقة الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من تشكيل داعش خلايا جديدة في ليبيا تضم عناصر فارين من مدينة سيرت التي هي معقل التنظيم الارهابية تمكن تنظيم داعش الارهابي من تشكيل خلايا جديدة تضم عناصر فارة من مدينة سيرت يزيد قلق الأمين العام للأمم المتحدة بنكمون المسؤول الأممي حذر من أن الضغوط التي تمارس مؤخرا على تنظيم داعش الارهابي في ليبيا قد تحمل عناصره بمن فيهم المقاتلون الأجانب على نقل مواقعهم وإعادة تجمع في خلايا أصغر وأكثر انتشارا جغرافيا عبر ليبيا والدول المجاورة مضيفا أن هزيمة هذا التنظيم في سيرت تبدو في متناول اليد ما يدفع العديد من المقاتلين على الفرار جنوبا وغربا وإلى تونس ما بين ألفين وخمسة آلاف إرهابي من تنظيم داعش ينحدرون من ليبيا وتونس والجزائر ومصر وكذلك من مالي والمغرب وموريتانيا موجودون في مدن سيرت وترابلس ودرنة حيث عاد عشرات الإرهابيين التونسيين إلى بلادهم وبنيتهم تنفيذ اعتداءات إرهابية وذلك بحصم ما أشار له الأمين العام للأمم المتحدة يذكر أن قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية أطلقت في أيار الماضي عملية البنيان المرصوص لاستعادة المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابية وتمكنت من السيطرة على عدة مناطق في مدينة سيرت ومدن أخرى احتقل الأمن العام اللبناني سوريا لانتمائه إلى تنظيم إرهابي ومحاولته لالتحاق بتنظيمات إرهابية التابعة له في جرود عرسال شمال شرق لبنان هذا وتنتشر في جرود عرسال تنظيمات إرهابية منها تنظيمة داعش والنصرة تعتدي على مواقع للجيش اللبناني والبلدات البقاعية القريبة بالقذائف الصاروخية هذا وكانت مخابرات الجيش اللبناني اعتقلت أمس في عرسال أيضا إرهابيين أحدهما سوري بتهمة انتمائهما إلى تنظيم داعش إرهابي والعمل على نقل الأسلحة إلى الأرهابيين في عرسال دوليا أعلن حزب العمال الكردستاني التركي إسقاط طائرة تركية دون طيار شمال منطقة دوهوك داخل الأراضي العرقية هذا وتغرق تركيا في أزمة داخلية تزداد تعقيدا حيث أقدمت وزارة التعليم التركية على فصل أكثر من 15 ألف موظف على خلفية محاولة الانقلاب فيما أقالت وزارة التعليم العالي نحو 1600 من عمداء الكليات ورؤساء الجامعات هذا وقتل اثنان من ضباط الشرطة التركية وأصيب خمس آخرون في هجوم المسلح في محافظة ترابزون شمال تركيا وأطلقت السلطات عملية بحث واسعة لتعاقب المسلحين الذين هاجموا نقطة تفتيش تابعة للشرطة في منطقة ماشكا وتشهد تركيا اضطرابات أمنية وحالة من عدم الاستقرار بسبب الحملة العسكرية التي يشنها النظام التركي على محافظات جنوب شرق تركيا وعمليات القامع ضد رفضي سياساته إضافة إلى دعمه للأرهاب خاصة في سوريا وزارة التعليم التركية تفصل أكثر من خمسة عشر ألف موظف على خلفية محاولة الانقلاب بينما تتصاعد في البلاد شكوك في الانقلاب ضد أردوغان وكتاب وإعلاميون أتراك يقدمون أدلة توحي بأن ما جرى مسرحية من نسج أردوغان تقرير أسامة شحودة رغم مضي أيام على محاولة الانقلاب في تركيا إلا أنها لا تزال مسرحية فاشلة بنظر المقربين من أردوغان لدرجة وصف الانقلاب بانقلاب الهوات كلام جاء على لسان الكاتب التركي المعروف بقربه من رئيس النظام التركي جنغيس تشاندر والذي اعتبر الأمر من نسج أردوغان الخامس عشر من الشهر الجاري شهد محاولة انقلاب اعتبرها كثيرون بأنها سيناريو باهت حاول من خلاله أردوغان النيل من خصومه ولا سينا أنتشاندر أكد أنه رغم معاصرته لتاريخ الانقلابات التركية إلا أنه لم يسبق أن رأى تخطيطا فاشلا كما حدث مشرعا الباب أمام الكثير من التساولات لطالما أنهم يعرفون جيدا أن أردوغان يمكث في إحدى الفلل في مرمريس لماذا لم يعتقلوا هناك ولماذا سمحوا له بالانتقال من فيلته إلى مطار دالمان في مرمريس ومن ثم إلى مطار اسطنبول ولطالما قام الانقلابيون بقصف مبنى البرلمان بالمروحيات العسكرية لماذا تم إغلاق جسر البوسفور من جهة واحدة فقط لكن الكاتب عاد ليجزم بأن الانقلاب مدبر عن طريق ضباط مقربين من الرجل في إشارة غير مهمة للجنرال يوسف كالي الذي سبق وعتق له أردوغان عام 2003 بعد اتهامه بالتجسس لصالح جهات خارجية وتدمير انقلاب ضد حزبه مستغربا سرعة اعتقال الآلاف من الجيش والقضاء بعد ساعات على الانقلاب هذا وهو ما يفسر وجود قوائم معدى سلفا من قبل حزب العدالة والتنمية الكاتب المعارض أرسلان بولت تساءل عن سبب عدم سيطرة الانقلابيين على شركة الاتصالات وتحديد مكان أردوغان لاعتقاله فيما لو كان انقلابا حقيقيا وذلك بعدما ظهر أردوغان على جهاز الهاتف الجوال على محطات تابعة له أسئلة تترك الباب مفتوحا لأجوبة عديدة أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جوال ضريف أن بلاده قادر بشعبها على إحباط أي مؤامرة ضدها هذا وأشار ضريف لأنه ليس بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن ترتكب أي حماقة تجاه بلاده قائلا أن زمن الضغوط ولا وأضاف أن واشنطن كانت تطالب بإزالة مفاعل آراك الماء الثقيل ولكنها اليوم تشتري هذا الماء من إيران وتشارك أيضا في عملية إعادة تصميم المفاعل هذا وشدد على أن المفاوضات النووية تبلورت على أساس الحقائق وصمود الشعب الإيراني أصدر رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لارجاني قرارا بتعيين حسين أمير عبداللهيان مساعدا خاصا له للشؤون الدولية وكان عبداللهيان يشغل موقع مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية قبل أن يعينه وزير الخارجية محمد جواد ضريف مستشارا له بالوزراء قتل ثلاثة أشخاص بينهم المشتبه بإطلاقه النار قرب مجمع رياضي يضم حوض سباحة في مدينة سبالدينغ الشرق بريطانيا هذا ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شرطة نيكول لينشير قولها في بيان أن لا مؤشر إلى أن الحادثة ضوطابع أرهابي وأشرت الشرطة إلى أن قوات الأمن لم تطلق أي عيار ناري لفتة إلى أنها لا تلاحق أي مشتبه به آخر كما لم تكشف هوية مطلق النار ونبقى في بريطانيا حيث فقد أعلنت رئيسة الوزراء تيريزا مي أنها مستعدة لإعطاء أمر بتوجيه ضربة نووية في حال تطلب الأمر وحتى لو أدى إلى مقتل مئات الآلاف من الأبياء وذلك في سياق مناقشة تجديد القدرة النووية لبريطانيا في مجلس العموم في أول ظهور لها أمام مجلس العموم البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتعينها رئيسة لوزراء بلادها أطلقت تيريزا مي جملة من التصريحات النارية المفاجئة حول تحديث ترسانة بريطانيا النووية وذلك في محاولة لإعادة الاعتبار إلى بلادها ككيان مستقل عن الاتحاد الأوروبي مي خاطبت من أسمتهم أعداء بريطانيا وقالت عليهم أن يعلموا أنني على استعدادا لإعطاء الأوامر لتوجيه ضربة نووية قد تقتل مئات آلاف الأبرياء واعتبرت أن الترسانة النووية عنصر بالغ الأهمية للأمن القومية والدفاع عن البلاد خطاب مي تناول أيضا الهجمات الإرهابية في فرنسا والحرب على الإرهاب الدولي المرتد والوضع في تركيا إننا سنقف جنبا إلى جنب مع الشعب الفرنسي كما فعلنا مرات عديدة في الماضي نحن لن يخيفنا الإرهاب وإننا نتابع الأحداث الخطيرة التي جرت في تركيا ونحن ندين بشدة محاولة الانقلاب إعلان رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة عن تحديث ترسانة بريطانيا النووية يشبه إعلان الرئيس الأمريكي رونالد ريغان ما سمي حرب النجوم في الثمانينات من القرن الماضي ودخول بريطانيا برئاسة مارغريت تاتشر في تلك الحرب التي أدت إلى تصعيد المواجهة بين الغربي والشرق السلطات الألمانية تعلن العثور على راية لداعش في غرفة منفذ الهجوم على ركاب القطار جنوب البلاد وكان التنظيم الارهابي أعلن مسؤوليته عن الهجوم بعد الهجوم على ركاب قطار جنوب ألمانيا أعلن تنظيم داعش الارهابي تبنيه للعملية التي نفذها لاجئ أفغاني في فورسبورغ وأسفران عن إصابة عدة أشخاص بجروح بالغة وفي هذا السياق أعلنت السلطات الألمانية العثور على راية لتنظيم داعش الارهابي في غرفة مهاجم القطار بدوره وزير الداخلية في منطقة بافاريا جنوب ألمانيا يوكيم هيرمان أشار إلى أن أحد الشهود أكد أن الفتى الذي قتل لدى محاولته الفرار بعد تنفيذ الاعتداء هتف الله أكبر هيرمان أوضح أن الفتى الأفغاني البالغ من العمر 17 عاما وصل وحيدا دون عائلته قبل عامين إلى ألمانيا وطلب اللجوء منذ عام ووفقا محللين ومراقبين لملفات الإرهاب فأن المسؤولين الغربيين والأمريكيين وبتجاهلهم كل التحذيرات التي أطلقت بشأن التعامل بجدية مع أخطار دعم الإرهاب في سوريا والمنطقة ورفضهم كل التنبيهات بشأن ارتداده إلى داخل بلادهم يتحملون جانبا من المسؤولية عما سيحدث من اعتداءات ستطول شعوبهم ومؤسسات بلادهم وهذا ما جرى بالفعل في عدة مدن أوروبية سواء في باريس أو بروكسل أو برلين أظهر استطلاع جديد للرأي أن أغلبية الأمريكيين سائموا من حملة الانتخابات الرئاسية التي تشغل وسائل الأعلام الأمريكية على مدار الساعة ووجد الاستطلاع الذي أجراه مركز بيو للأبحاث واستطلاعات الرأي أن 69% من الأمريكيين الذين أدلوا بآرائهم أكدوا أنهم يشعرون بالسؤم والتعب جراء حملة الانتخابات الرئاسية في بلادهم بينما أبدأ 44% سياءهم من تركيز وسائل الإعلام على تصريحات المرشحين وحياتهم الشخصية ويأتي هذا الاستطلاع في ظل احتدام بسباق الرئاسي بين المرشحين المحتملين عن الحزب الجمهوري دانالد ترامب والحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون جددت كوريا ديمقراطية دعوتها إلى إيجاد عن خال من السلاح النووي وخاصة في شبه الجزيرة الكورية هذا وقال المتحدث باسم حكومة كوريا ديمقراطية إن نزع سلاح النووي الذي تدعو إليه بيون جيانج يشمل منطقة شبه الجزيرة الكورية بكاملها مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي التي سببت الآلام المفجعة للشعب الكوري وتساءل المتحدث لماذا لا يطلب أحد التخلي عن السلاح النووي ولو لمرة واحدة من الولايات المتحدة التي جلبت لكوريا مآس وضحايا بينما يتم الطلب من بيون جيانج التي هي أكبر ضحاياه التخلي عن السلاح النووي قصرا قتل عشرة من أفراد الشرطة الهندية وأصيب خمسة أخرون في كامين نصبه مسلحون في ولاية بيهار شرق الهند وقال مدير عام شرطة ولاية بيهار إن عناصر وحدة من القوات الخاصة في الشرطة تحركوا بناء على معلومات تفيد بوجود مجموعة مسلحة على قمة تل في جنوب الولاية غير أنهم وقبيل وصولهم إلى المنطقة وجدوا أنفسهم محاصرين من قبل المسلحين في منطقة ألغام أرضية ثم حدثت سلسلة تفجيرات أعدها المسلحون ما تسبب بمقتل ثمانية من عناصر القوة على الفور ووفاة اثنين آخرين في الطريق إلى المشفى فيما أصيب خمسة بجروح وتمكن أفراد الشرطة من قتل ثلاثة مسلحين في تبادل لإطلاق النار أعقب التفجيرات وصلنا إلى ختام الساعة الأخيرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها وحدات من الجيش السوري تسيطر على خط البترول شرق السلامية وتقضي على أربعين أرهابيا من تنظيم داعش الخارجية الروسية تعلن أن لافروف وكيري بحثا خطوات تسوية الأزمة في سوريا ومكافحة الأرهاب وكان في الساعة الأخيرة أيضا أجهزة أردغان تواصل ملاحقة معارضيها وضحايا حملة التطهير وصلت إلى الألاف بالمزيد من الأخبار يمكنكم تصفح موقع الإخبارية السورية على الإنترنت بالإضافة إلى صفحتنا على الفيسبوك وخدمة تليجرام على الهواتف المحمولة لكم تحيات فريق العمل وإلى الإقرام اشتركوا في القناة